بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهشري سنواصل وشرح مقرر كيميو عضوية واحد وسنمر إذن إلى الجهزة التاسعة والأخير من المحور الثامن حيث سنواصل وشرح ميكانيكية تفاعلات الحذف أو الانتزاع المتمثلة هنا في E1 و E2 يجدر الإشارة هنا بالنسبة لعوامل تفاعل حذف E1 أن هناك أوجه شبه وثيقة بين ميكانيكية تفاعل الحذف أحادي الجزائية وميكانيكية تفاعل الاستبدال أحادي الجزائية في نوعية القاعدة نوعية المجموعة المغادرة والمذيب وكذلك نوعية هريد الألكيل التي تؤثر على مصار التفاعل يجدر الإشارة هنا إلى أن تفاعل الانتزاع أحادي الجزائية يفضل القاعد الضعيفة مثل الماء أو الكحول أما بالنسبة للعوامل المؤثرة في تفاعل حذف ثنائي الجزائية فنشير هنا إلى أن هناك أوجه شبه وثيقة بين ميكانيكية التفاعل الحذف ثنائي الجزائية وميكانيكية تفاعل الاستبدال ثنائي الجزائية من ناحية نوعية القاعدة وكذلك المجموعة المغادرة وكذلك المذيب التي بتبعت حال تؤثر على مصار التفاعل وتختلف ميكانيكية الحذف ثنائي الجزائية عن تفاعل الاستبدال ثنائي الجزائية في كيفية تأثير عدد مجموعات الألكيل على معدل التفاعل فسنلاحظ أنه كلما ازداد عدد مجموعات الأر على الكاربون التي تحمل المجموعة المغادرة يزيد معدل تفاعل اي اثنين كما نلاحظ هنا في الترتيب حيث نلاحظ أنه كلما تعددت مجموعات الألكيل على الكاربون الذي يحمل الهاليد كلما ارتفع معدل تفاعل الحذف ثنائي الجزائية والعكس تماما بالنسبة لارتفاع تفاعل استبدال ثنائي الجزائية فكلما ارتفع عدد مجموعات الألكيل فينخفض معدل تفاعل أس آنة 2 والعكس تماما يرتفع معدل تفاعل أس آنة 2 كلما انخفض عدد المجموعات هنا فترتفع معدل تفاعل أس آنة 2 إذا كان لدينا الكلهاليد لنا أولي ترجمة نانسي قنقر